رجل جاء بطبيعة متفردة عدو النفاق صديق الوضوح لم يترك مجالاً إلا وبرع فيه لخدمة دينه فيلسوف في إسلوبه حكيم في أفعاله فهو المستشار الأول لاختيار الأولى والأمراء هو الفارس المغوار النجيب الأمين حاكم المدائن ومخاطط القوفة ومعمرها رواياتنا اليوم بطلها حليف الأنصار ومن أعيان المهاجرين الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان كاتم سر رسول الله هو حذيفة بن اليمان العبسي الغطفاني القيسي صحابي جليل ولد في مكة وعاش في المدينة المنورة يكن بأبي عبد الله وأمه الرباب بنت كعب بن عدي بن عبد الأشهل وهي من الأوس من الأنصار أبوه الصحابي الجليل اليمان حسيل بن جابر بن عمر بن ربيعة أسلم قبل مشاهدة الرسول وعندما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله حذيفة هل هو يحسب من المهاجرين أم من الأنصار فقال له الرسول أنت يا حذيفة من المهاجرين والأنصار دكتور يوسري كيف كانت نشأة الصحابي حذيفة بن اليمان وانتسابه هو والده إلى اليمان وكيف كانت هجراته؟ كان عايش في مكة المكرمة وكان أبوه عليه ثأر قتل واحد في مكة وخايف من أنهم يأخذوا بثأر هذا الرجل فأخذ ابن حذيفة وهاجر من مكة إلى المدينة المنورة على منورها الصلاة والسلام أول مواصل سيدنا حذيفة هو وأبوه للمدينة المنورة دخلوا في حلف جماعة من اليمن من الأنصار فسمي بحذيفة بن اليمان جاء انتسابه من هنا آه يعني هو أصلا عبسي غطفي كان في مكة لكن لما هاجر للمدينة المنورة وحصل بين أبوه وبين مجماعة من أهل اليمن من الأنصار تحالف بأسمه ابن اليمان وكان سيدنا حذيفة يلقب بأبي عبد الله لكن وهو طالع من مكة أهل مكة اشترطوا عليه شرطه هو أبوه انت مهاجر من عندنا بس هناخد منك عهد ألا تدخل معنا في قتال لم يشارك هو وأبيه الحسيل في غزوة بدر التي حدثت في العام الثاني من الهجر النبوي هو لم يشارك لوعده لكفار والتزم بهذا الوعد رغم أنه كان ضد رغباته ورغبات أبيه لكن التزاما بعث الدين هو وعد حتى لو كان الوعد ده مع الكفار لكن هو وعد فآية المنافق أنه إذا وعد أخلف فهو كان يبتعد عن النفاق بكل سؤال كان فيه عدد من الأفعال المرتبطة بالصحابية حذيفة بن اليمان وأكدت على حرص الرسول وثقة الرسول فيه أنه يأتمن على عدد من الأسرار وخاصة أسماء المنافقين لماذا اتمن حذيفة بن اليمان على هذه الأسرار؟ أنه صلى الله عليه وسلم اختار حذيفة بن اليمان ليكون كاتما لسره فسيدنا حذيفة كان حافظ سر النبي حتى أن سيدنا النبي أطلعه على أسماء المنافقين في المدينة قال له فلان وفلان وفلان دول منافقين يا حذيفة لكن لا تخبر أحد بما أخبرتك به فكان لا يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم السر ده أخذه معه حتى الموت حتى لما تولى سيدنا عمر بن الخطاب كان أمير المؤمنين ومطاع وطلب منه أن يخبره بالأسماء كانت يرفض انتسالاً لأمر رسول حتى بعد وفاته لهذه الدرجة لهذه الدرجة كان حذيفة في إيمانه وولائه قوي شهد كل المعارك والغزوات التي قاضها النبي لم يتوقف في رحلة جهاده عن مواجهة الأعداء فكان سعياً لأزاز الدين ولا يتخلف عن أي موقف حتى في عصر خلافة الراشدة كيف كان حرص الصحابي حذيفة بن اليمان على أمور الدين وعلى الإسلام؟ ومتى بكى؟ سيدنا حذيفة كان صحابي جليل وكان من ضمن الأشياء التي تنسب إليه رضي الله عنه أرضاه في غزوة من الغزوات كان أبوه ملثم أبوه كان مغطي وجهه فقتله الصحابة ظنوا أنه من المشركين فقتلوا من دينه ومن أخلاقه ومن حسن معاملته أنه لما أراد الصحابة أن يدفعوا دية لقتل أبيه الصحابة لأتلوا أبوه بالخطأ فلم يقبلها سيدنا حذيفة وقال تصرف على جيش المسلمين الموقف القوية جداً في حياته يعني موت والشهاد والده في غزوة من الغزوات وهو استمر في القتال وسامح كمان يعني في جانب من التسامح كبير أراد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام دية لأن القتل الخطأ له دية ومع هذا رفض بالعكس قال لمن ختلوه من المسلمين رفر الله لكم والدية تبرع بها للمسلمين يعني حتى دية أبيه وهي حق له تبرع بك دلالة على مدى التسامح ومدى الرضا ومدى القبول وقال أنا والدي خرج للشهادة وقد مال الشهادة بجانب دوره في القتال والدراية الكبيرة بفنون القتال والفروب والغزوات كان له دور أيضاً استخباراتي ودراب استراتيجيات الحروب والخدعة في الحروب في الحقيقة أن حزيفة بن اليمان رضي الله عنه لا يكون جندياً عادياً بل كان من الخبراء في مجال الاستطلاع العسكري والاستخبارات العسكرية فعندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل في غزوة الأحزاب التي عرفت بالخندق في العام الخامس من الهجرة النبوية أراد أن يرسل شخصاً ليستطلق أخبار العدو فيختار من فوقع اختيار النبي على حزيفة بن اليمان سرعة البديحة وإنه كان فطن جداً بدليل لما أبو سفيان وهو بيخطب وكانت الليلة ظلماء جداً وكانوا شايفين بعض طلب منهم أن كل واحد يتأكد ممن جواره أنه يكون أحد من معسكر محمد صلى الله عليه وسلم قد تسلل إليهم فسارع هو وأمسك بيدي من جواره ومن أنت يعني استبقه في السؤال عشان يعني نقول كده عندنا بلغوش عليه هل توقف الجهاد عند الغزوات أم استمر أيضاً في عهد الصحابة والخلافاء واستمرت الفتوحات أيضاً معركة القادسية التي قادها سعد بن أبي وقاص في العام الخامس عشر من الهجرة النبوية كان حزيفة بن اليمان جندي فيها وكان أيضاً جندياً في معركة فتح نهواند التي حدثت في العام الحادي والعشرونة للهجرة النبوية وعندما استشهد النعمان بن مقرن قائد هذه المعركة تم تركية وتعيين حزيفة بن اليمان قائد بناء على أوامر من الخليفة عمر بن الخطاب كذلك كان له دور كبير أيضاً في فتحات بلاد الشام في معركة اليارموك وغيرها ونتيجة لذلك الدور الكبير جداً الذي قام به حزيفة فقد عينه عمر بن الخطاب والياً على المدائن التي ظل با حتى وفاته رجل متزن ذو رؤية ثاقبة يعرف جيداً كيف يحفظ لسانه ورافض من روافض الخير تمكن بتلك الخصال الفريدة من مساندة الرسول والمسلمين ولا يتوقف عن مسيرة العطاء واليمان المتجدد الذي لا ينقطع هل كان فيه رؤية عند الصحابية حزيفة بن اليمان للنفق؟ صحابي حزيفة بن اليمان سئل عن النفاق وكان أكتر الصحابة بيسأله لأنه كان أمين سر رسوله هو اللي كان يعلم أسماء المنافقين فلما سئل عن النفاق قال أن تتحدث به إسلام دون أن تعمل بك هل كان ليه دور كبير مع كتاب الله وجمع كتاب الله؟ لما جات خلافة سيدنا عثمان حزن سيدنا حذيفة بن اليمان أن بعض الناس بيخطئوا في القرآن وعايز يحفظ القرآن يجمع القرآن فكان له فضل كبير على الأمة المحمدية كلها وفي عهد سيدنا عثمان أشار على سيدنا عثمان بجمع المصحف الشريف كان السبب في هذا الفضل سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في الأعوام الثلاثين من الهجرة توفي الصحابي حزيفة بن اليمان بمدينة المدائن مرحبا بالموت ليرحل من كان بالفتن والأفات عارفا وعلى العلم والعبادة عاكفا وعن التمتع بالدنيا عازفا اشتركوا في القناة